اشهدت سعادة سيدة امنى بنت احمد الرميحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل احكام القرار المنظم للاسكان الذي يهدف الى اعادة هيكلة المعايير المتعلقة بالفئة الخامسة المستحقة للخدمات الاسكانية والية احتساب العلاوات لمعيار الدخل الشهري بالشكل الذي يكفل توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الاسكانية وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني اكدت ان الوزارة شرعت في اتخاذ الخطوات الاجرائية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح تعديل الية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئات المستحقة للخدمة الاسكانية بحيث تشمل الراتب الاساسي مضافا عليه العلاوات الثابتة التي تتجاوز قيمتها 100 دينار على ان يترك الخيار للمواطنين لاحتساب اجمالي العلاوات الاخرى حسب رغبتهم وقالت الوزيرة ان الموافقة على مقترح تعديل الية احتساب العلاوات عند احتساب الدخل الشهري لجميع الفئة المستحقة للخدمة الاسكانية يأتي بهدف ضمان عدم تأثر اصحاب الطلبات القائمة بالعلاوات التي لا تتجاوز قيمتها 100 دينار واعطاء المواطن حرية الاختيار في احتسابها بهدف رفع قيمة التمويل الذي سيحصل عليه ويساهم في عدم تأثر اصحاب الطلبات القائمة والجديدة من زيادة العلاوات في سياق متصل ثمنت الوزيرة امن الرمح موافقة مجلس الوزراء على مقترح التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة للطلبات الاسكانية والتي تشمل المرأة المطلقة او المهجورة او الارملة وليس لديها ابن او اكثر او العزباء يتيمة الابوين مشيرة الى انه وفقا للقرار المعتمد من مجلس الوزراء سيتم اضافة شريحة جديدة للمستفيدات من هذه الفئة وهي المرأة البحرينية المطلقة والارملة من ابنائها القصر غير البحرينيين او البحرينيين الى جانب المطلقات والارامل والمهجورات بدون ابناء كما تابعت بان الفئة الخامسة ستشهد التوسع في معيار الفئة العمرية لتبدأ من الحادية والعشرين سنة دون حد اقصى للسن كما تم رفع الحد الاقصى للدخل الى ثمانمائة دينار بدلا عن ستمائة دينار وفيما يتعلق بالقيمة الايجارية فاصبحت مئة دينار او ربع الدخل ايهما اقل بعد ان كانت محددة بقيمة ثابتة ونوهة الرمحي بان قرار التوسع في الفئة الخامسة يأتي متوافقا مع توصية المجلس الاعلى للمرأة بشأن التوسع في معايير استحقاق الفئة الخامسة بهدف توفير السكن الملائم وتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنات اشتركوا في القناة